الفلك مشاهدينا وظواهره حالي بتلمس أرواحنا كأشخاص وخاصة أنه ظواهر الفلك الفريدية فاطمة أحيانا ممكن تحتاج لمئات وآلاف السنين أحيانا لا تتكرر أو تحدث فهوات الفلك وأيضا المعجبين بهذه الحالات ينتظروا طبعا ليأخذوا الصور ويوثقوا هذه الحالات صحيح مونير يعني وسوريا على موعد مع واحدة من أهم الأحداث الفلكية لعام 2022 خلال الأيام القادمة وهي ذروة هطول شهب البرشاويات بمعدل سرعة ما بين 12 إلى 72 كيلومتر بالثانية لتفاصيل أكثر معنا ضمن الستوديو رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري أهلا وسهلا فيك فاطمة مونيري سعيد أوقاتكم وأوقات مشاهديكم الكرام يعطيكم الفاتح يا رب دكتورة الأول شيء بناك تصححنا المصطلع هو شهب البرشاويات فنسبة لكوكبة بالسماء هذه الكوكبة تسمى برشاويس حامل رأس الغول باللغة العربية هي أسطورة هي قصة يونانية تتحدث عن محارب قوي جدا هذا المحارب تحدى الميدوسا يلي شعره بيصير حياية ويلي إذا نظرت بحده بتحجره فهذا المقاتل برشاويس المقاتل الشرس قرر أنه يتحدى ميدوسا فصنع مرآة وهو أول بأسطورة من يصنع المرآة وأخذها وذهب إلى الميدوسا فنظرت ميدوسا إليه تحولت هي إلى حجر قطع راسه وأخذها وهو راجع وجد امرأة جميلة جدا مسلسلة بالحديد في البحر كان أبوها نتيجة لزوجة أمه كان أبوها ملك قفاوس زوجة أمه كانت تكرهها لها البنت فراحت قدمتها قربان لوحش البحر فسلسلة بالبحر وإيجا برشاويس أنقذها هذه هي أساطيري هذه القصة الأسطورية تمام ونهار إيجا برشاويس علميا نحن كيف فينا نفهم هذه الظاهرة وأديب الدواءات وكيف تحدث تمام أننا دائما نحط القصص للمشاهدة بها الكوكب أستاذ مونيو أستاذ فاطمة كل سنة بقى في بقايا مزنب مرة عام 1995 وكل 133 سنة بمر مرة اسمه في التطل هذا المزنب دائما بيترك أثر بقايا ما بيحب يقطع مدار أي كوكب إلا بيترك إله بقايا بإلا للكوكب أنا مريت من هون هذه البقايا احتكاكها مع الغلاف الجوي للأرض تولد مثل إذا تذكروا لما كنا أطفال تشوف سيارات مثلا عم تنقل الحديد احتكاك مع زفة تولد شرارات هذا ما يحدث بالغلاف الجوي احتكاك ما بين بقايا المزنب مع الغلاف الجوي تولد هذه الإلعاب النارية الجميلة جدا التي تكون زرويتها مثل ما تفضلتي فاطمة بيقاب لأن هذا الموعد هو المرور يعني الأرض بتكون عم تمر بوقايا المزنب بيخلص آد بيخلص المرور وتستمر إذا هو بكل عام يعني من كل عام لكن يزداد مع اقتراب المزنب يعني بيقل الشهب مع اقتراب موعد مرور المزنب ويزداد بعد مروره فإذا نحن عام 1995 نحن نساعتنا بعشرات السنين فالهطل بيكون عادة غزير المرور القادم عام 2126 الله يعطيكم ويعطينا طلط العمر 2126 ونشوف المسبب لشهب البرشاويات وهي على فكرة أروع شهب فعليا لأنه تأتي بالصيف لأنه عددها مثل ما تفضلتي غزير سرعتها كبيرة يعني أدي العدد ممكن يكون هلأ نحن نحكي إحصائيا منقول بين 100 ل120 شهاب في الدقيقة لكن فاطمة وأستاذ منير في نقطة كثير مهمة هالسنة ما رح يصل لعدد لهذا الشيء ليش؟ شو السبب؟ لأنه صادفت شهب البرشاويات هذا العام مع بدر شهر محرم يعني فيه ظاهرتين تماما فيه ظاهرتين سواء وصار فيه تأثير ضوء القمر البدر أخفى أخفى الشهب علينا فلم نستطع العد حتى اليوم إلا بضع عشرات لأنه الأمر البدر إضاءة قوية جدا فتمنع ظهور الشهب بالسماء وخاصة أن الأمر هالي عم يتأخف يعني عم يضل معظم ساعات الليل صحيح وبالتالي ما عم نشاهد الشهب يعني ما صار فيه إمكانية لمشاهدتها أو رؤيتها؟ للأسف الإمكانية كانت كثير كثير قليلة شفنا كرات نارية شفنا بعض الشهب القوية شو معنات كرات نارية؟ هي قطعة الشياب أو قطعة البقايا الكبيرة يعني هي الأكبر فبتكون حجمة بتستمر لأكثر من ثانيتين ثلاثة فهي ممكن مشاهدتها لكن كل شيء عندنا أربع خمس شهب للأسف متوقعين هذا الشيء لأنه أمر مبس بدر أمر عملاق بأماكن مثلا بدول مغاية مثل النرويج فيرلندا لا يشوفوا مثلا هاي الظواهر الفلاكية الإضاءة الموجودة اليوم بالمنازل والمصانع إلى تأثير على أنت ما تشوف؟ مية بالمية مية بالمية هذا يسمى تلوص الضوئي فنحن عندما نذهب لعد الشهب أو مراقبت الشهب نبتعد تماما عن كل الملوسات الضوئية نختار أماكن صحراوية نتجمع نغطي كامل السماء اليوم بسوريا وين نحتاج ممكن؟ هلأ نحن بسوريا مروح إما على المرصد الفلاكي السوري مثلا بريماشرق أو بالنبك مروح على منطقة بالنبك صالحة تماما اللي رصد عنا مرصد هنا ما فيها تلوص ضوئي أبدا ومنوزع حالنا ومنحمل عدادة ونبلش نعد الشهب يعني المرة الماضية هيك عملنا عدينا الشهب وكان عدد كثير مناسب وكثير قوي هالسنة الأمر بدر كنا بنعرف أنه أدب استمر ممكن هاي الحال الآخر آب يعني نسا معنا في أوهات ذروة مثلا أنتو بتتوقف في أيام معينة من آب أكثر ذروة بيكون 11 12 13 آب هاي الزروة تماما تماما هاي الزروة تماما هي بيكون المفروض العدد هو الأكبر لكن وانتا تماما كان الأمر بدر كان الأمر مية بالمية مو بس بدر وعملاق كان بأقرب نقتله من الأرض وآخر اقتراب منه للأرض فكان دكتور هاي الزوار الفلكية ممكن أحيانا يكون في إلى خطر مثلا لازم تخبروا مثلا للناس أنا ما عم بحكي بس على موضوع الشهب أحيانا الكثير بيتم إخبار الناس لأنهم في موضوع معين يتعلق بالشمس موضوع الشهب اليوم كيف تكتير حلو دائما بيترافق الشهب مع بعض الإشاعات حي سبب زلازل أن نيازك ستسقط إلى الأرض أن هناك أخطار من سقب الأوزون كثير نسمعه خاصة مع اقتراب يعني مع أصاص الشهب كثير وحتى بربطوها مع الزلازل ومع الأمراض النفسية والأوبيئات وظواهر طبيعية راح سيكون لكن أنا بأكد لكم لا ارتباط ما بين الشهب وما بين أي حدث أرضي ليش؟ لأن الشهب هي حبيبات رملية صغيرة جدا تحترق في غلاف الجوي لا تستمر إلا أجزاء من الثانية وهي تحترق في الأعلى مفصل سرعات عالية واحتراق ما هيشير معها أي مشكلة لكن يرتبط معها أسطورة جديدة اللي هي الأمنيات دائما بيقولوا لك اتمنى شفت شهب؟ شفت؟ لا حقا تتمنى برافو عليك لحقا تنور أجزاء من الثانية طيب من أين اجتت هذه القصة على فكرة؟ إلى التاريخ؟ حابين نسمعه أول ما اقترحه بطليموس البطليموس عالم فلكي معروف بطليموس كما نعيش كان هو عايش بفترة اليونانية الإغريقية وبالتالي كان متأثر بالأساطير الإغريقية فكان يظن أن الآلهة بأيام محددة تنظر إلى الأرض وتسألهم عن احتياجاتهم فهذا السؤال يجعل الناس تتمنى فبالتالي الآلهة تكون مستعدة للإجابات لكن استمرت هذه القصة حتى في الديانة المسيحية وفي ديننا الإسلامي في شريعتنا الإسلامية في المسيحية يقال أن الملائكة الشهب هي عبارة عن حركة الملائكة أما في ديننا الإسلامي فالله سبحانه وتعالى جعل من الشهب رجوما للشياطين والشيطان هو أصل الشر فعندما يرجم الشيطان يذهب الشر فقد يكون هناك مجال للخير والأمنيات هذه هي من هنا أتت موضوع الأمنيات لماذا يقول لنا؟ والله إذا شفت شيئا بتمنى لأن هذا الرجم للشيطان تالي راح الشيطان اتمنى ممكن رب العالمين يستجيب ونقول لك المشاهدين يتمنوا مع العلم أنه علميا قد لا يكون هناك ارتباط ما بين الشهب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما بين هذه الشهب لأنه أكيد في شيء لسه وما أوتيت من العلم إلى قليلة في شيء نحن ما بنعرفه قد تكون هنا آخر من الشهب هي مفردة ولكن تم ممكن فهم به الأهلية لكن هي منظر جميل جدا يعني اتخيلوا معي فاطمة منير نحن عم نتأمل السماء وأمطار هيك الشهب عم تنزل دكتور هي عن جد تترك أثر روحاني أحيانا عند الأشخاص وتلمس أنه أنت ظاهرة ممكن تتحسها من الخوارق أنه أنا ما بشوفها دائما أستاذ مجيلا حتى تقول لك حتك بصورة قديش تترك أثر روعتها نستنى السنة للسنة لهذا اليوم بس لحتى نمسح همومنا بالنظر إلى الشهب يعني قديش الحياة صعبة وإلى أخير فرغ طاعة سلبية كله تماما تتطلع بها السماء وتشوفها الشهب وتشوفها الكون وتشوفها النجوم وتشوفها الشهب عم تتحرك بصرع مثل الأمطار كأنه أمطار بس ما عم تنزل على الأرض صحيح والحماس لما تعد واحد اثنين عشرة يداعش أنا شبت واحد أنا شبت واحد تتسابق من بعض أنت عندك شعشر أمنيات أو عشرين أمنيات بكل روحها بدنا نعرف الزوهر الفلكية التي نحن نطرينا بقية هذه السنة شو هي وشو موعدها نعم نحن نودع الأسف الأسديات بعدد قليل لكن موعودين بشهب أخرى اسمها الأسديات بسبتاشة منتعشة تشرين ثاني وقتها الأمر بيكون مناسب وقتها ممكن نعود شوي من خسارتنا بالبرشاوية هاي أهم الزراهر شهب الأسديات الأسديات ودعنا القمر البدر العملاق الأخير بمنتصف شهر محرم معد عنا بدر عملاق الآن لنهاية السنة لا يوجد الأسف من هون لنهاية السنة أي كسوف أو أي خسوف لكن ستتزين سماءنا عند الغلوب الآن اعتبارا من منتصف آب لآخر العام بكواكب المشتري وزحل وبنهاية العام سيتلقلق المريخ والزهرة أي عرس فضائي بدأت الاحتفالات الآن فضائيا بالمشتري وزحل زحل الآن بدأ الآن يتبعه المشتري سيكون منظر رائع لهواة الفلاك لمحبي أن يعرفوا أطفالهم على الكوكب يتطلعوا باتجاه الأفق الغربي راح يلاحظوا شيء كأنه لمبة شيء يومد بقوة يقول لهم لأطفالهم هذا كوكب المشتري هذا أكبر كوكب بالمجموعة الشمسية أعلم منه نقطة حمراء هوي مو حمراء برتقالية هي كوكب زحل وينتظروا لبعد عشرين آب أو بعد حتى أيلول بيلاقوا بدأ الزهرة والمريخ أيضا بالتألق بعرس فلاكي نحن عم ننتظره لأنه مراقبة المشتري وزحل بالتلسكوب ولا أرواح من هيك يعني سبحان الله بيخلوا الإنسان فعلا يقتربنا الله سبحانه وتعالى نشوف كوكب زحل وحلقاته أو المشتري وتوابعه هي عم تدور حول كوكب المشتري منظر أبدعيكم عن جد للنظر بهذا التلسكوب شغلة تأخذنا لمكان آخر تماما مكان بعيد جدا نشكرك جزيلا شكر الدكتور محمد العصيري وحضرتك رئيس الجمعية الفلكية السوري نورتنا وشكرا لكلها المعلومات